أنا أنصح خوتي الجزائريين والجزائريات على جلب أشتبعدوا من هذه المسألة يا أخويا كما يقولوا راكين حديث تعرف صلى الله عليه وسلم الإنسان قالك من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت إذا كان مكش قادر أنت تدعي للخير يا أخويا أسكت أحكم لسانك لكن باش هو يدخل الإنسان ويبدأ هو يشعل في النار المستفيد هما هذ الناس اللي راهم ذركهما يسعاوا من أجل جر المنطقة لحروب ولعلكم راكم شفتم الذي حدث فيما يسمى هذا الرابع العربي اللي سميته أنا منذ البداية ينتعو بالشهيل العربي الجيوش راها مستهدفة المنطقة مستهدفة للموقع الاستراتيجي انتاعها مستهدفة في الثقافة انتاعها مستهدفة في الدين انتاعها مستهدفة في التاريخ انتاعها مستهدفة في الحاضر انتاعها وفي المستقبل انتاعها وفي إطار هذا انتعو ما يسمى بالشرق الأوسط الكبير المغرب والجزائر مداخلين فيه ولعلكم راكم تشوفوا من الذي يجري راهم كينين كينين مغاربة يهود راهم موجودين في إسرائيل منهم اللي راهم موجود في أحزاب منهم اللي راهم موجود في منظمات وهذه الناس راهم يشتغلوا راهم يشطوا ما راهمش يلعبوا لذلك لازمكم تأخذوا الأمور هذه بعين حسبا وش يغال الإنسان هكذا قال بركة الشعال الغابة سهل بنتانتها دخال والله شعال فيها عرف كما يقولون انت كبريت هكذا بسلمة بالعافية وهي لهبة لكن وش يطفيها أي واحد غابي يقدر يشعال الغابة عرف انت كبريت هو مشعالها لكن بش يطفيها لازم لك جيش ولازم لك آلات ولازم لك صبر ولازم لك ذكاء ولازم لك دهاء ولازم لك حكمة ولازم لك عرق على جلبه ش أنت تقدر تطفي الحريق هذاك هاكم شفته شعلوا فتنة في التسعين عرقنا الآن في 2020 ما زال ما تفتش في 2020 ما زال ما تفتش آلاف انتع القتلى تحوسوا انتم تشعلوا حرب بين شعبين هذو راهم ذركة أبناء وطن واحد وأبناء ملة واحدة وشوفوا من الذي حدث ما بالكم انتم لو كانت تشعل ثورة في المنطقة شوفوا من الذي يحدث في ليبيا ألم تتعظوا شوفوا من الذي يحدث في اليمن ألم تتعظوا من هذه الحروب ما الذي جنيتموه من هذه الحروب سواء الإخوة في الجزائر أو في المغرب أو في موريطانيا أو في الصحراء ما الذي جنيتموه من هذه الحروب قولوا لي برك هذ الناس اللي راهم دوركم مكلفين بإشعال هذه النيران هذ الناس المرتزقة سواء كانوا جزائريين أو مغاربة هذهم يخافوش ربي ولا تهمهم الدماء ولا تهمهم الآهات نتع هذه الشعوب هذ الناس راهم يرتزقوا لكن وين راهم الصوت نتع الحكمة وراهم الصوت نتع العقل وين راهم الدعاة وين راهم الناس اللي يدعو للخير الأحسن لك هو أنك تنقذ روح خير من لا تروح تساهم أنت في قتل أرواح ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا تنقذ روح كأنما أحييت الناس وين هي تروح أنت تساهم في القتل والناس تتفخر بالكذب وبالتبلعيط تتفخر الناس بالموت وبالقتل وبالشحناء ومنهم من يزعم أنه وطني سواء في الجزائر أو في المغرب لذلك الإخوة والأخوات لازمكم تأخذوا هذه الأمور بعين حسبان ترجمة نانسي قنقر